بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم في حل أسئلة وأنشط الدرس الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000 ميلادي من مادة الدراسات الاجتماعية ولكن أولا إذا أنت مش مشترك في القناة بتمنى تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان تصلك الفيديوهات أول بأول أيضا بتمنى تعمل لايك للفيديو وشير لأكبر عدد من أصدقائك وعلى جميع مواقع التواصل الاجتماعي عشان تستمر القناة وما تتوقف أيضا إحنا أضفنا وسيلة جديدة لدعم القناة عشان تستمر القناة في تقديم المحتوى المفيد لإلكو وهي الدعم عن طريق موقع الباتريون فأي حدا حابب يدعم القناة بإمكانه دعمنا عن طريق موقع الباتريون رابط الموقع حتلاقوه موجود في الوصف أسفل الفيديو أيضا ياريت تتابعونا على جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الروابط كلها بتلاقوها في الوصف أيضا أسفل الفيديو وبتمنى أنكم تتطلعوا على الروابط الموجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيدكم كثير وعشان ما نطولش عليكم خلونا نبدأ في البداية سننتقل إلى نحل نشاط واحد نقرأ ونلاحظ ثم نستنتج ها هو النص أمامنا سننتقل الآن إلى حل الأسئلة إصرار الاحتلال على عدم التعاطي مع قضايا الوضع النهائي واحد للتهرب من استحقاقات اتفاقية السلام الموقع من منظمة التحرير الفلسطينية اثنين مماطلة ومراوغة الاحتلال الصهيوني من أجل كسب الوقت لصالحه ثلاثة ترسيخ وجوده في المستوطنات ما هي ردة فعل الفلسطينيين تجاه ذلك؟ سادة الشارع الفلسطيني حالة من الغضب والانتفاضة والإحباط طفعته للثورة في وجه الاحتلال الصهيوني السؤال الثالث تسمية الانتفاضة الثانية عام 2000 بانتفاضة الأقصى بسبب دخول زعيم حزب ليكود أرئيل شارون باحات المسجد الأقصى وتدنيسه لها نشاط ثلاثة نلاحظ وما نستنتج ما هي ممارسات الاحتلال ضد انتفاضة الأقصى؟ واحد الاعتقال وزج الآلاف من الفلسطينيين في السجون اثنين اقتحام مدن الضفة الغربية ومحاصرة وتدمير مقر المقاطعة ثلاثة بناء جدار الفصل العنصري أربعة ارتكاب المجازر في مختلف المناطق المحتلة ومنها مزارة مخيم جنين خمسة اغتيال القادة ومنهم أبي علي مصطفى وأبو عمار والشيخ أحمد ياسين نفكر ونتحاور ما هي دلالة حصار الرئيس الراحل رئاسر عرفات؟ واحد بسبب التمسك بالثوابت الفلسطينية وعدم تخليها عن القضية الفلسطينية اثنين أنه يشكل خطرا على الكيان الصهيوني نشاط ثلاثة نلاحظ ثم نستنتج ما هي دلالة إجراءات الانتخابات الفلسطينية؟ يدلل على الممارسة الديمقراطية وإسرار الفلسطينيين على تعزيز دور المؤسسات الوطنية الفلسطينية ما هو معنى انسحاب أحد الجانب؟ هو انسحاب من طرف واحد قمت به سلطات الاحتلال من قطاع غزة بدون التنسيق مع السلطة الفلسطينية انسحاب الاحتلال وإخلاء المستوطنات من قطاع غزة عام 2005 بسبب العمليات الفدائية المتعددة ضد الاحتلال الصهيوني ونفور إسرائيل من قطاع غزة ما هي أهمية انظمان فلسطين للأمم المتحدة ومنظماتها الدولية؟ يعزز المكانة القانونية والدولية لدولة فلسطين ويدعم حق الشعب الفلسطيني ويزيد من التضامن مع عدالة القضية الفلسطينية نناقش ونفسر اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس قضية الأسرة إحدى الثوابت الفلسطينية واحد لأن الإفراج عن الأسرة وإطلاق سراحهم وإنهاء معاناتهم جزء أساس من أي حل سياسي مستقبلي وقضية الأسرة أحد ثوابت هذا الحل ولتحقيق السلام والعدالة على الأرض اثنين لأنها تمس وجدان كل الشعب الفلسطيني ولن يكون هناك اتفاق سلام دون الإفراج عن الأسرة والمعتقلين في كافة سجون الاحتلال نشاط تطبيق نبحث من خلال مصادر المعرفة عن قضية الأسرة ونعد تقريرا عن أعدادهم والانتهاكات بحقهم وصل مجموع الاعتقالات في عام 2018 إلى 6489 فلسطينيا منهم 1063 طفلا و140 فتاوى امرأة و6 نواب و38 صحفيا وأصدرت محاكم الاحتلال الإسرائيلية 988 أمر اعتقال إداري منها 389 أمر اعتقال إداري جديد فيما أصدرت 599 تجديد لأوامر اعتقال سابقة وكانت أعلى نسبة اعتقالات والانتهاكات بحق الأسرة تتمثل في سياسة البطش والتنكيل واقتحام غرف الأسرة وأقسامهم والاعتقال الإداري والعزل الإنفرادي والإهمال الطبي واعتقال القاسرين والنواب والنساء والصحفيين وفرض الغرامات المالية والحرمان من المراسلات والزيارات ونقل الأسرة وأبعادهم عن مكان سكنهم الأصلي ومنع التعليم وغيرها من الانتهاكات التي لا تعد ولا تحصى نناقش الفرق بين العضوية الكاملة للدولة والدولة المراقبة غير العضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة العضوية الكاملة للدولة لها الحق في الاجتماعات مع مجلس الأمن والتصويت على القرارات أما مراقبة عضو هي المشاركة في الاجتماعات دون الحق في التصويت على القرارات ننتقل الآن إلى حال الأسئلة أضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يأتي ما السبب المباشر لاندلاع انتفاضة الأقصى عام 2000؟ باب بسبب اقتحام شارون المسجد الأقصى ماذا تميزت انتفاضة الأقصى التي اندلعت عام 2000؟ إجابة هي باب بسبب طابعها العسكري ما المخيم الذي رتكبت فيه المسجرة أثناء الانتفاضة الثانية؟ إجابة دال جيني متى حصلت فلسطين على دولة مراقب غير عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ في عام 2011 الإجابة باب السؤال الثاني أعطي أمثلة على ظروف الأسامة في اندلاع الانتفاضة الأقصى عام 2000 سادت حالة الإحباط في الشارع الفلسطيني من عملية السلام بفعل عدم التزام لإحتلال إسرائيلي بالحقوق الوطنية بما تم التوقيع عليه في أوسلو ومحاولة الولايات المتحدة فرض حل على الفلسطينيين بعيداً عن القرارات الشرعية الدولية وأيضاً دخول شارون إلى صحات المسجد الأقصى فكان هذا السبب المباشر في اندلاع شرارة الانتفاضة الثانية السؤال الثالث أبين سياسة الاحتلال الإسرائيلي في قمع انتفاضة الأقصى عام 2000 مارس الاحتلال الصهيوني أشكال القمع كافة ضد الشعب الفلسطيني من خلال فدرة الانتفاضة منها إغلاق الطرق الواصلة بين المدن والقرى بالسواتر الترابية أو البوابات الحديدية أو تجريفها ونصب الحواجز العسكرية وأيضاً تدمير البنية الاقتصادية للشعب الفلسطيني من خلال تجريف الأراضي الزراعية وأشجار الزيتون وأيضاً اقتحام القرى والمدن والمخيمات وفرض حظر التجول والاعتقالات التي طالت قادة الحركة الفلسطينية السؤال الرابع أستنتج أهمية انضمان دولة فلسطين إلى المؤسسات الدولية والتوقيع على الاتفاقية المرتبطة بها وذلك لتعزيز مكانة فلسطين القانونية والدولية وبذلك نكون قد انتهينا من حل الأنشطة والأسئلة نلقاكم في حل أسئلة أخرى إن شاء الله وإلى اللقاء أصدقاء العزاء هيك بنكون انتهينا من شرحنا لليوم بتمنى تعملوا لايك للفيديو تشتركوا في القناة إذا أنتم مش مشتركين وتفعلوا جرس التنبيهات أيضاً بتمنى تشاركوا الفيديو لأكبر عدد ممكن ولجميع أصدقائك على جميع مواقع التواصل الاجتماعي اللي حابب يدعم القناة احنا فعلنا ميزة الباتريون فكافة التفاصيل اللي بتقدروا تدعموا فيها القناة موجودة في الوصف أسفل الفيديو أيضاً ياريت تطلعوا على الروابط اللي موجودة في الوصف أسفل الفيديو حتفيتكو كثير في الختام سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وإلى لقاء جديد موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة